استاذ مصطفى بيقول يعني سجود السهو أو سجدتين السهو في السنة وفي الفرض نعم يا استاذ مصطفى سجدتين السهو في السنة وفي الفرض طب افرض اننا ما سجدت سجود سهو هل الصلاة تبطل؟ اختلف فيها الفقهاء قالوا بأنه لو كان هناك نقص في الصلاة فسجدتين السهو يكونون قبل السلام فإن تركت السجدتين السهو اللي هم قبل السلام تركت جزءا من الصلاة فكذا على رأي الحنابلة والمالكية على رأي الحنابلة والمالكية بأن الصلاة تبطل أما لو كان فيه زيادة في الصلاة وتركت سيدي تنسه بعد السلام فإنها لا تبطل الصلاة